في المواجهات الفارقة بين الدولة واللدولة يرفع الغطاء عن مستور الميليشيات الخارجة عن القانون وترتفع مؤشرات ضبط الدولة لميزان السلطة بعد ان عاثت فصائل الفوضى وميليشيات السلاح المنفلت في العراق موتا وارهابا للامن والامان الذي ينشده العراقيون الحدث اليوم يقول الى نتيجتين فاما ان يكبح جماح الميليشيات ولا يتحقق ذلك بحسب تقرير مركز المجلس الاطلسي الامريكي الا بخطوات فاعلة قد تأخذ منح عمليات عسكرية محدودة النصيحة الامنية التي يقدمها المركز بتقرير مباشر لرئيس الوزراء يذكي حالة المواجهة الحاسمة واضافة الحلول الجذرية لازالة اخطر عقبة تواجه مسيرة الدولة نحو الاستقرار المنشود اما واشنطن التي تفسر المشهد العراقي في العلن وتضع السبب الرئيسي لما يحدث من تماد واسع لميليشيات السلاح فانه بحسب الادارة الامريكية يعود لتدخل الايراني المباشر في الشان السياسي الاراقي ودعم ميليشيات موالية لها في الحالتين سواء كانت بعض فصائل العبث مدعومة من الخارج وبعضها تقوده وجوه مصالح ونفوذ يخترق القانون فان الفرصة التاريخية لاستعادة سيادة العراق منوطة باقدام الكاظمي على انهاء مسلسل الميليشيات الذي بات يدخل البلاد في ازمات قد لا يخرج منها نهائيا وفي ضربة معلوماتية نتيجة دراسة معمقة يتابعها المركز لخريطة الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون يكتب المركز الاطلسي عنوانا واضحا ومباشرا يكشف ضعف حالات الميليشيات المسلحة في الوقت الراهن نتيجة ما يراه التقرير بعد ان وصلت هذه الجماعات لحالة من الفراغ القيادي بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ما ادى الى تناقص الموارد بسبب ضغوطات واشنطن على طهران فيما يؤشر هذا التقرير تساؤلات حول قدرة الكاظمي على انهاء نفوذ لدولة الذي بات يذكي صراعا مستمرا وفوضى تأزيم وشلال دماء وتخريب علاقات بين العراق والمجتمع الدولي تكتور قوصية تكتور llamبونات عمل بمجتمع الدولي تحرك في المسلحة يجب عليك جدًا رعاقر في المسلحة